فهذا العلم يلف الجميع وكلنا لهذا الوطن تحت راية هذا الوطن وقيادة هذا الوطن يد واحدة نصونه ونفديه بالعزيز والغالي والنفيز وعدت فأوفيت يا سيدي فيا لله من دولة عظيمة وقفت حياتك لبناء مجدها التليد وخصصت وقتك لإعلاء شأنها وبدلت كل جهدك وطاقتك لإسعاد أبنائها ورسمت لها طريق المجد والنهج السليم وأنرت لها دروب الخير والعطاء والعلم والمعرفة تحوطها عناية الرحمن ورعايته يا لها من لحظات ما كنا نبتغيها ولا خطرت على بالنا أن نشاهدها في هذه اللحظات لكنه قضاء الله وقدره وأن كل نفس ذائقة الموت ونرد إلى عالم الغيب والشهادة فينبئنا بما كنا نعمل تركت كويتا متمسكة بالإسلام مؤمنة بالسلام الذي أرسيته وتمسكت به فاطمئن يا سيدي وارقد بأمان فالكويت سائرة بعون الله على طريقك لا تحيد عنه عززت وحدتنا الوطنية يا فقيد الكويت حريصا على أبناء الكويت تبني وتعلي نسيجنا الوطني المتماسكي صلبا شامخا لا تؤثر فيه عاديات الزمن وأحداثه وقضاياه العابرة تذكرنا يا سيدي دائما نحن الوجود العابر والكويت وجود دائم بإذن الله أشقاؤنا في خليجنا العربي يبادلوننا حزنا بحزن كيف لا وقد رحل من كان صمام أمان لمنطقتنا وشعوبنا حريصا على لم شمل الأسرة الخليجية الواحدة ناشدا استقرارها إلى جنات الخلد يا أمير الإنسانية يا عميد الدبلوماسية يا حكيم العرب إلى جنات الخلد يا ربان سفينة الكويت في الأمواج العاتية يا ابتسامة الكويت المشرقة أن القلب لا يحزن وأن العين لا تدمع وأن على فراقك يا أبا ناصر لمحزنون ترحل اليوم بجسدك لكن روحك باقية في ضمائرنا نتذكر معها جيلا بعد جيل كلماتك الأبوية من قلب أب واع ولسان صادق ما يشغل بالك إلا الحرص عليهم والخوف عليهم جبرت خواطر الجميع لتبقى تاجا على رؤوس الجميع نعم ونحن نشاهد هذا المشهد العظيم وهذا الفقد الكبير وهذا المصاب الجلل وجثمانك يوار الثرى تبكي الكويت كلها اليوم أميرها المحبوب قائدها الإنساني أباها الإنسان الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح رحمك الله يا أميرنا صنعت للكويت إنسانها وكتبت تاريخها بذلا وعطاء سيبقى راسخا في أذهان أجياننا المتعاقبة جيلا بعد جيل غبت يا حكيم العرب فخسارتك لا تعوض تصدر خبر وفاتك عنوين وسائل الإعلام العربية والعالمية فقد كنت الدبلوماسية الأبرز والجهد الأكبر في عالم السياسة وكنت وسيط السلام الأنزه رحمك الله رحيلك يا صباح الكويت لم يفجع قلوب الكويتيين ومن يعيش على أرض الكويت بل فجع الإنسانية كلها كيف لا يا سيدي كيف لا يا سيدي وقد أفليت عمرك كله في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية وقضايا العروبة والإسلام ونصرة الإنسان في كل مكان كيف لا أشاد بحكمتك العالم بأسره في حل الأزمات والمساعدة في بناء عالم أفضل فراح العالم اليوم يكتب عن رحيل عملاق الدبلوماسية العربية عن رحيل صانع السلام الإقليمي والدولي وداعا وداعا فقيد الإنسانية رعايا النهضة الثقافية تبكيك الكويت كلها اليوم مشاهدين الكرام كنا معكم في نقل حي ومباشر من دولة الكويت نقلنا خلاله مراسم وصول جثمان الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وكذلك مراسم الصلاة عليه رحمه الله وأيضا دفنه في المقبرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويتغمده بواسع فضله ونسأله للكويت الشقيقة مزيدا من الخير وإنما بإذن الله تعالى